مع الإعلان عن استهداف مركبة تابعة لفصائل مسلحة عراقية غرب العاصمة بغداد بطائرة من دون طيار هل بدأ فعلا الرد الأمريكي على الأراضي العراقية من خلال رد عسكري وكما أعلنت البنتاجون مسبقا بأنها سترد لربما عسكريا على الهجمات المتكررة وأيضا بأي طرق من الممكن أن تنتهي الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية فاعتقادي في المناخ الحالي لا يوجد أي طريقة لوقف هذه الهجمات لأنها بشكل أو بآخر نوع من إثبات الوجود ولكن من الناحية في ظروف الجارية في المنطقة وأحداث فلسطين ولكن بالمقابل فاعتقادي بأن الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع الأحداث بهدف ردم المصادر وردع مصادر النيران ولكن دون الانتقال إلى عمليات واسعة في مراحل معينة في ظروف مختلفة وصلت الأمور بالقيادة الأمريكية أن اضطرت لأن تتخذ تدابير حاسمة في اتجاه يعني ردع كامل للفصائل وأعتقد بأنها لا تزال الآن تحاول أن تداري الوضع المدارات مع ضربات نوعية ردعية بهدف ردم هذه البؤر ولكن هذا يبقى لعب بالنار لأن الأوضاع في الإقليم متحولة جدا وقد ترتفع منسوب الخطر يرتفع لدى الأمريكيين في لحظة معينة ويقرر بأن يحسموا المعركة في بعض الساحة اشتركوا في القناة